السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متتبعي قناة ام حمود اليوم ان شاء الله وضمنا سلسلة تحضيرات رمضان سنشارك معكم شبكية بطريقة مبسطة وشرح مبسط وكذلك ستعرفوا معي على جميع الاسرار الشبكية كيف تحصلوا على شبكية كيف تحصلوا على كمية كثيرة قياس واحد اتمنى تتبعوا الفيديو من الاول الى الاخر وما تنسونيش من اللي لايك وفرجة ممتعة ان شاء الله نمر الان الى المقادير وطريقة التحضير كيلو تعد دقيق ومية وخمسين قرام جوج معال قطوع حبت الحلاوه جوج معال قطوع النافع جوج معال قطوع القرفة قطوع الجنجلان مطحون قطوع اللوز مطحون مطحون مغربل قطوع الزبدة مدوبة قطوع كاكس مخلط بين الزيت البلدية والزيت الرومية 4 كاكس الخل كاكس ماء الزهر صفر بيضاء المسكة الحرة متقوقة مع السكار وقمساتها على الملح وخمارة الحلوة من وزن 8 جرام و الملول الغذائي نأخذ قصري ديالنا و نبدأه بالنواشيف نضيفه الدقيق ثم نضيفه أحبة الحلاوة جوج معالق النافع جوج معالق و القرفة نضيفه كاستع الزنجلان و كاستع اللوز و مطحون بقشوره نضيفه المليحة و المسكة الحرة و نخلطه 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 مزيان باش يتجانسه نضيفه الزيت نضيفه على الكاستع الزبدة سوف نضيفه و مصدوبة بالعجينة مزيان باش تجيني لنا مدلوكا نضيفه خميرة لحلوة من وزن ثمانية جرام نضيفه صفر بيضاء نضيفه على أربعة كأس من خل نضيفه من خل نضيفه على أفضل كأس الملويه الغذائي أضفنا كأس المزهر بقوة غير من حين نضيفه في الملويه الغذائي نضيفه غير بشوي بشوي باش تجي العجين قاسحة باش تسهل عنا الخدمة من بعد من بعد مجمعنا العجينة ديالنا غادي نقسموها كنقوروها كويرات هذا كما كتشوفو قسمنا العجينة على سبعات الكويرات متساوية نغطيها بكيس بلاستيكي باش ما تنشفش لنا العجينة وتبدأت تقطع نسرح واحد القريصة ديالنا نضيفها على شكل مربع نضيفها على شكل الوزية سوف نقسموها كردي كوروكي س smoke احض solitary من بعد نصرح الكرة الثانية نقرس الجنة بشكل مربع لتسهل العملية كيف لا تلاحظه شباكي ديالي ما نضيش لها الخميرة ديال اللي عجينة بالنسبة لمو بتاديئات من الأفضل كتكون دوا متقيلة ميدروش فيها الخميرة وحتى دابا لحالسخن هادا باكي ما شفتو غنغطيهم دابا باش مينشفوش وغنخليهم يرتاحوا واحد نصف ساعة نأخذ العجين وغادي نصرحها بالمدلك غادي نصرحها غير شوية من بعد غادي نقطعها على جوج نأخذ واحد طرف ونصرح العجينة تكون رقيقة فانا ما غاديش نستعمل آلة توريق من بعد ما سرحنا العجينة غادي نأخذ واحد طابعتها الشبكية هادا الفتحقص هادا تكون نلتحت ونضغطو عليها باش تقطع العجينة صدقوني يا البنات هادا القطاعة عمالية وكتسهل عينك تحسب حالا شو واحد كي يعاونك الاكترية ما كيعرفوش قطعو العجينة دقيقص واحد كنحيدو الزوائد وما غاديش نستعملو اليوم الجرارة كما كتلاحظو فهي كتتفق بسرعة وكتجي محلولة كتسهل علينا العمل موسيقى موسيقى كنخلي واحد الشاريت وكنشد واحد الشاريت وكنقرس وكنوضع دك الاخير على الثالث والثالثة مع الاولى وكنقرس الجوانب وكنقرس الجوانب وكتسهل موسيقى موسيقى شبكية كما تلاحظون كمية كثيرة و قياس واحد نقلل شبكة نقلل زيت على نار متوسطة من بعد نرمي شبكة نقلل زيت نقلل زيت قمت بزيت نقلل الزيت اشتركوا في القناة اشتركوا في صندوق الوصف نضع العسل جيدة كيف لا تلاحظوا العسل ناجح و تقيل و نضع الشباكية لتشرب العسل ها هي الشباكية دينا من بعد ما زينناها بالزنج لان محمر كيف لا تلاحظوا كاتجي عليها تشكل هذا غادي نوريكم طبعا حبة من الداخل كيف كاتجي كاتجي شاربة العسل و الشيشة كنتمنى تجربوها ان شاء الله فعلا تستحقوا التجربة كنتمنى تديروا لي لايك واشتراك و تعليق يكون في محتوى الفيديو و رمضان كريم الله يدخلوا عليكم بصحة السلامة و راح تلبال و بكل ما تتمنوا ان شاء الله و دومتم في رعاية الله و حفظه و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعض البقناة ان شاء الله د